بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزلة ديالي مرحبا بكم معي من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غاد انتشارك معكم جوج أنواع ديال دوازتي هاد دوازتي هاد اللي كتشوفوا معي هنا اللي كي جراقي وبمقادر بسيطة واقتصادية ومداق ولا أروع وكذلك غاد انتشارك معكم غريبة المعلكة بسميدة والكوك وغنتقسم معكم كل أسرار نجاحها وأسرار تشققها وطريقة ديال الطهي ديالها بقوا معايا ما تمشيوا فيه إن شاء الله نشوفوا المقادر وطريقة التحضير وما تنسونيش ملايك بسم الله بالنسبة للمقادر عندي رابعة ديال الكوك يكون ميد دم أذيك لكوك الرقيق رابعة ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة واللي كان يروبيها الحرشة وبغرير ساشي ديال الفاني معلقة كبيرة ديال مرقز الحامض لما عندوش يدير القشرة ديال الحامض خمارة 8 جرام أو باكين بودر ما فيها 8 جرام معلقة صغيرة ديال الزبدة معلقة كبيرة ديال مربل ميش ميش ثلاث بيضات كأس ديال السكر وكأس ديال الزيت ليما يبغيش الحلاوة ممكن يدير غير كأس اللاروب ديال السكر بسم الله هنا أخذت واحد الإناء خويت فيه البيض الفاني أو السكر فانيليا رشة ملح السكر حبيبات وكأس من الزيت أخذ الخلاط الكهربائي الميكسر ونحاول نخلط هذه العناصر مزيان هذه الخطوة مهمة بزافة البنات ممكن ديواغي بيديكم ولكن كنفضل أن الميكسر أو في الخلاط الكهربائي أحسن نخلط هذه العناصر حتي ديال السكر هنا كنضيف المربع والزبدة ومرقز الحامض الممكن تعودوه بقشرة الحامض ونكمل الخفق ديالي مزيان مزيان شروع البنات ولا الخليط كرامي وديك السكر اختفى قاع بصفة نهائية يعني ذاب مع العناصر الأخرى هاد الخطوة مهمة لنجاح الوصفة كنتمنى البنات تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير بيش تستفدوا من جميع النصائح وتنجح معاكم إن شاء الله حيث بزاف ديال البنات اللي طلبوها اللي على الإنستغرام وما كتتتقش معاهم وبغاو وصفة اللي ناشحة انا هادي هي الوصفة اللي معتمدة عندي من كتر من عشر سنوات هنا اخواتي خويت ديال الخالط ديالي في القسرية اللي تحنته مزيان اضفت عليه ميتين وخمسين جرام ديال الكوك يكون رقيق ويكون نوعية جيدة يكون أنا كنأكد يكون ميد من بعد اخواتي ضفت شوية ديال سميدة يعني أنا عبرت ميتين وخمسين جرام ولكن في الاخر هنقول لكم شحال وضفت معها باكين بودر من فئة ثمانية جرام وكننخلط شوية بشوية سميدة ما كنضيفوهاش دفعة واحدة الكوك كنحطوه فمرة واحدة ولكن سميدة شوية بشوية حيث قاين نوعية ديال السميد اللي كتشرب كيف كتشوفو ها انا كنضيف غير شوية بشوية وكندلك مزيان العناصر هنا بلية الخاليط مازال خفيف بزاف زدت واحدة الكيمية ديال السميد ورجعت مرة أخرى كنضلك هذا الخاليط وكان يعني غير بليدين ديالي كنحسوا هنا كيف كتشوفوه آخر كيمية ديال السميدة دفتها يعني ميتين وخمسين جرام دخلت لي كلها ونشوفوه واشغة تكفاني ولا لا هنا فاش بقيت كانت لك العجين البنات زدت جوج معالق كبار ديال السميدة جوج معالق كبار تقدرو توصلوه حتى ثلاثة لكانت سميدة ديال كما كانت شربش سافركم شتو القوام ديال العجين هنا عندي اسقار غلاسي وعندي شوية ديال الماء خديت الطاوة ديالي فرشتها بورقة طبخ قمد هني تديف شوية دلماء وكنشكل كويرات من الخالد قدروا لبنات تستعملوا الميزان انا خديت القياس غيب يدي يعني عيني ميزاني سافي غير كدير لولة تانية كتاخدوا القياس يعني ديال الغريبة غيب يديكو دائما كان دهني دي بالماء ناخد كيمية من الخالد نحربي لها هكا فيدي يعني نحاول نكورها وما كان نمسطها شوية ديال البنات شو كنخليها هكا كمقببة ونحط لها لوجه ديالها في السكر سقيل او سكر غلاسي سافي اخواتي كنحاول كيف شو بحركة دائرية نفند الغريبة ديالي في السكر سقيل او سكر غلاسي وفن نفس الوقت راني ما كان نضغط يعني كنخليها هكا كعالية ولاشتها تعوجت لي شوية ولا كنحاول نقدر واخد شوف الخالد شوية خفيف ما تخافوش منه هنا اخواتي استفل الوحدات ديالي في اللطا وخديت صبع الإبهام وكنحاول ندير ضغطة خفيفة في الوسط كتعطيهم منظر زوين وكتساعد على التشقق والمنظر كيجي فيهم زوين كيفما ممكن تفند الوحدات ديالي كون في السكر سقيل تستفونهم في اللطا وفي الوسط تثبتوا نصف حبة ديال حبل الملوك المعسل سافي اخواتي هنا فش عمرت الطاوة ديالي دخلتها الفرران على مية وسبعين دراجة النار من الفوق من التحت تشقق انتم ما كتشوفوا ما شاء الله تشققت كلها وذيك ساعة كتراقبوا طياب ديالها إذا كانت ما زل ما تحمرتش منتحت غد تثبطوها شوية تحت يعني تقربوها لجهة التحت أهم حاجة في اللول فش تدخلوها العافية ستكون من الفوق باش تشقق لكم ولكن ما كان قصدش قريبة بزاف الفوق راكم شتوق ركز على الصورة باش نجح معاكم الوصفة كان حاول البنات تسمحوا لي لاشرحت بزاف ولكن كان حاول باش الوصفة تطلع معاكم مناجحة وخصوص المبتدئات ان شاء الله هنا أخواتي بعد ما خرجت غريبة ديالي من الفرن شو كيف كتجي كلها مشققة ما شاء الله نصيحة لبنات ما تهزوهش ديك ساعة من لاطا لا خرجتوا لاطا خليوها تبرد على خاطر خاطرها حيث هي خفيفة وشيشة بساف وبديك المعا القادية الزبدة كتكون كدوب في الفرن يعني خليوها تبرد تاخد راحتها تبرد وعاد هزوها وهذا هو الشكل النهائي ديالغريبة ديالي يعني شي حاجة لبنات أكتر 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 مرائعة كانت منكم تجربوها أنا أعطيت هنا غين نصف المقادير ما درتش المقادير كلها قد تحط كمية كتيرة ما شاء الله كانت مننا تجربوها وتردو عليها في التعاليق والله يجعلني عند حسن طن ديالكم يا رب هنا أخوتي غنحاوا نقسم معكم واحدة بيش تشوفوها شحل معلكة وارطبة كدوبة البنت كدوب يعني ما تندموش على هاد الوصفة غي تبعو نصائح يعني حرف بهار وان شاء الله غتستق معاكم نقترح عليكم هاد دوازتي اللي خفيف ضريف بمكونات بسيطة واقتصادية وكيجي شكيل دياله راقي وعاطي العين وكيوجد بسرعة وأهم حاجة أنه بدون بيض وبدون خميرة ديال الحلويات أو بدون خميرة كيموية بسم الله بالنسبة للمقادير عندي هنا واحد الكيمية ديال الضقيق يعني في وسط الفيديو هتعرفوا الكيمية بالضبط اللي ادخلت لي في هاد الحلوة كاس ديال الكوك اللي محمر الكوك أنا استعملت اللي رقيق كاس العرب ديال زيت نباتية كاس إلا ربع ديال سكر ساندة وتقدروا توصلوا حتى الكاس يعني مكمول وعندي هنا رشيشة ديال الملح اللي تصحيح التوق مية وخمسين جرام ديال الزبدة حيوانية ثلاثة ديال الفرماجات ممكن استغناء عليهم والاكتفاء فقط بالزبدة وهذا الزبادي أو الياغورت وعندي هنا واحد الكيس ديال الفلان كاراميل وجوج اكياس ديال الفانيلا وكيف مقود لكمالبنات هنا ممكن استغناء علي ذيك الفرماج ونكتفيه فقط بالزبدة وبالياغورت الطبيعي أو نستغناء علي الياغورت الطبيعي ونستعمل ثلاثة الفرماجات مع الزبدة نحن ناضع سعين باللوعة حيوانية الزبدة والرشيشة الملح والجبن المتلات نخلط العناصر حتى تطلق الزبدة لا نشعر الكويرات نضيف الزيت الزيت نضيف اليهورت يمكنك تطبيعي يمتلك بطور البيض هذا الحلوة بدون بيت و شمير كيموية نضيف الكوك محمر كيف يمكنك تطبيعه محمر نضيف الكوك محمر لذلك الكيس المضاق مميز لهذه الحليوة لا يمكن استغناء عليه وضعه غير الفاني ولكن يجب أن أعطي البنات المضاق مميز نضيف دفعة واحدة أو كمية كبيرة لأن العجين لا يقصح لكم لأنها تحكم في العجين ونضيف دفعة واحدة ونحاول نجمع عجين ونجمع البنات برؤوس الأصابع لأنها تجمع لبنات برؤوس الأصابع هذا هو القوام العجين ونحن نضيف دفعة واحدة لأنها تجمع برؤوس الأصابع لأنها تجمع برؤوس الأصابع ونضيف دفعة واحدة ونضيف دفعة واحدة كشف حبيبات معذة حبات حبيبات حبيبات نضيف حبيبات 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 اضغط طبع الحلوة المفلحة اضغط طبع الحلوة من الفق اضغط طبع الحلوة اضغط طبع الحلوة اضغط طبع الحلوة اضغط طبع الحلوة لا تابچط طبع الحلوة اضغط طبع السبب اضغط طبع الحلوة اضغط طبع الحلوة الماء هذا هو الشكل النهائي دوازتين اليوم لبلكوك محمر صراحة جبنين دوازتين خفيفة في جميع الأوقات لا يأخذ مننا وقت لا يوجد في أخر لحظة لا يوجد شيء لا يوجد راقب دوازتين نتمنى أن تجربوا دعوني في التعليقات شكرا على التتبع شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى فيديو آخر بإذن الله